كلارا قبل البدء بالحلحة لنتحدث عن التطور الدراماتيك الذي حصل بالأمس بعدما كانت الأمور تتجه إلى ختامها خطف العرسليين أربع من الجعفر تمكن أحدهم من الهروب بالمقابل خطف الجعفر أكثر من عشر أشخاص يبقى الرقم مستطر ولا نعرم تحديدا ما هو يتحفظ عليه الأهالي لذلك طبعا لهذه المسألة تمت الاتصالات لحال حالة هذا الموضوع في الوقت الحالي يتجه وفد من عرسال الآن هو داخل الأراضي السورية وتحديدا في منطقة معارة النعمان هذا الوفد يضم رئيس البلدية علي الحجيري الشيخ عبد الحميد دندش حسين تملي الحجيري محمد حسن دخان الحجيري علي الفليتي هذا الوفد العرسالي توجه الآن إلى المنطقة السورية لجلب حسين جعفر ولإطلاق صراح حسين جعفر الذي متواجد بين أيدي الجيش السوري الحر الذي كان سابقا قد طالب بفدية وقترها مليون دولار عادت وخفضت إلى تقريبا 100 ألف دولار أو 140 ألف دولار هذه الأموال تأمنت بطبيق الحال ليس الجعفر هم من أمنوا هذه الأموال ولكن العرساليين هم من دفعوا هذه الفدية لقاء الإفراج عن حسن جعفر في الوقت الحالي بانتظار أن يأتي حسين جعفر من الأراضي السورية سوف يتم تسليمه في بلدية عرسال وتحديدا إلى الضابط المقدم في مخابرات الجيش خالد حسين في المقابل سوف يكون أيضا الرائد علي شريف أيضا هو ضابط المخابرات الجيش في منطقة الهرمل سوف يتوجه إلى الجعفر وسوف يكون تسليمه ست أشخاص العرساليين الذين لا يزالون بحوزة الجعفر منذ 24 من أذار سوف يكون التسليم إذن في الوقت نفسه تزامنا في هذا الوقت ولكن الشرط الوحيد الذي وضعه الجعفر هو أن يكون هناك اتصال من قبل حسين جعفر عندما يدخل الأراضي اللبنانية أن يكون هناك اتصال مع أهلي لكي يطمئنه أكثر وأكثر عندما تطم هذه المبادلة مباشرة سوف يحدد مكان للقاء حتى الساعة يبقى هناك تحفظ على هذا المكان حيث سوف يكون تبادل أمام مخابرات الجيشية التي سوف تتسلم هذه المهمة أما في الوقت الحالي فيحكى أنها تقريبا عند الساعة الرابعة والنصف أي بعد ساعتين سوف تنتي هذه القضية نشير أيضا كلارا بأنه منذ حوالي الساعتين كان هناك حديث عن أنه سوف يتم إطلاق الجعفريين الثلاثة الذين لا يزالون بحوزة العرساليين ولكن ارتأوا وجهاء في عرسال وأيضا الوسطاء في هذا الموضوع بأن يكون هناك إطلاق سراع الجميع سلة كاملة متكاملة على أن ينتهي هذا الموضوع اليوم بالنسبة إلى الجعفر هم يقولون بأنهم صحيح هناك نية إيجابية وعلى ما يبدو الأمور تنتهي ولكن لا يزالون يتخوفون من يسمونه الغدر الذي حصل معهم بالأمس وخصوصا أن الأمور كانت كما اليوم هي تتجه إلى نهايتها وكانت الأمور حصمت كان يكون هناك التسليم حوالي الساعة التاسعة مساء وحصل ما حصل وبالتالي أهالي شعفر يطلبون فقط من عندما يكون يدخل حسين شعفر إلى أراضي اللبنانية أن يتصل بأهله وعلى هذا الأساس سوف يكون تسليم لمخابرات الجيش على أن تكون التسليم النهائي بعد تقريبا الساعتين مسألة المسافة مسافة الطريق كلارا إذن هذه هي الأجواء بطبيعة الحال أي معلومات إيجابية نأمل أن تبقى إيجابية سوف نوافيكم بها كلارا طبعا شكرا لك الزميلة رشال كرم ونعود إليك في حال وجود أي جديد يمكن نقله على الأقل وشكرا لك كنت معنا مباشرة من عرسال شكرا لك